انت شايف البهدلة اللي انا فيها دي كلها فاكرة دي حاجة مشوفتنيش لما كنت موظف اكتر ناس بيصعبوا علي حضرتك الموظفين الموظف حضرتك بيتعذب عشان ياخد ابسط حقوق الاجازة انت عارفة ان الاجازة دي قصة كبيرة؟ يا انا يا ربياد مفيش مدير بيحط الاجازة في حجمها الطبيعي ابدا الاجازة دي بيتعاملوا معا لان هي خطيئة دي اجازة يعني مفيش مشكلة انا كموظف من حقي اني قتع بيوم او تروح علي يا نومة ارتاح اي حاجة الاجازة مش محظورة ولا مكروهة مش معقول ده حقي التشدد ده نساهم انواع الاجازات الفعلية غسلوا مخنا مسحوا تاريخنا هي الاجازات من اول ما بدعوها بتتصنى فيها انا هقولك تصنيفهم عشان نفكرهم وانكد عليها معلش خدي عندي اول اجازة طبعا العرضة كلامهم مش كلامي حصل شيء عارض منعني من الحضور مش عجبة يعني واظن مفيش حاجة اللي في قانون العمل ولا في الشرع تكبرني ان ابرد او اشرح انوع العرض ده بالذات عرض؟ اعمل ايه؟ لقى المدير مصر يعرف انت خدتي اجازة عرضة ليه؟ فاضل يا استاذ يحكيلي بالتفصيل اللي منعك من الحضور يا فندم والله ما هتحب تعرض ولا تفاصيل ولا هينفع وديك اي حاجة دي عرضة فاسبني في حالي في حاجات يفضل السكوت عنها مش هيدفع الصالف التاني من الاجازات بقى اجازة اعتيادية شوفي اسمها شوفي نعمة ازاي؟ عادي صحية يوم اعتيادي اللبست اعتيادي دخلت الحمام اعتيادي فطرت اعتيادي وقررت اقعد في البيت اقدم عولادي يوم اعتيادي جميل ليه الاسئلة كتير دي؟ يعني في ايه بقى؟ عايز اجازة ليه؟ ما قدمتش عليها من بدل ليه؟ واخد اسبوع بحاله ليه؟ في ايه؟ انا عندي رصيد اجازات ده رصيدي مش مستهلة بقى كل الاسئلة دي؟ ينفع روح البنك اطلب من رصيد يقول لي لا مفيش خليك عايزينك ايه اللخبطة دي؟ ده رصيدي حقي وطبعا عندنا كمان يا ست الاجازة المرضية اظن في عندنا بوائي انسانية تخليني مش محتاجة اخوط في النوع ده ولا بررات ده مرض مرض اخش علي ايه يا حد انت مريض فضل اتتاح اه لا وعلى فكرة اضطربات النوم مرض الانعزال عن الناس مرض الخوف من اماكن العمل مرض الحب مرض ده الحب مرض وبهدلة كل دي امراض من حقي يبقى كده اروح على المرضي على طول طبعا في عندنا كمان اجازة الوضع يعني ونلاحظ ان هو مصطلح فتفاض شوية النهاية مفتوحة كده مش محددين وضع ايه ولما بيوافقوا عليها ما بيدوهاش غير للستان يا سلام انا مش فاهم ما انا من حق اخد اجازة اضع فيها اه اضع مش لازم اولد يعني بس اضع اضع ايه بقى انا حر يعني اضع خطة المستقبلية اضع النقط على الحروف اضع راسي مطرح ما اضع رجلي يا اخي مالكش فيه افاهم قصدي قانون العمل في صفي بيحميني انا في السليم ما ده وضع اخد وضع احنا لازم نضع حد بقى القصة الاجازات دي يعني مش لازم بقى نعود لبعض على الواحدة وسينه وجيم عطلت هي اسمها عطلة ليه عشان انا عطلت دي اجابة كافية هو يعني لازم سبب عنيف علشان خطر الواحد ياخد اجازات انا بقى عندي اسباب تانية من حق الناس انها تاخد فيها اجازات انا عايز اعمل بيها قانون اه لا 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 عندي اجازاتي ايه اجازات وهتتسمعيها تقتنعي تماماً يعني خدي عندك مثلا اجازة المنيق المنيق اه لا والزهقان اه واحد زهقان المنيق كده تصحب النوم مثلا يوم كده منيق منيق كده يفيش اي تعريف ولا اي صفة للموضوع ده ده يعمل ايه بزمتك تقومي تلبسي وتنزلي وتروح الشغل ازاي من غير نفسي كده ارفان ما تتنيق تقعد في بيتكم لغاية ما دورت حياة التنيئة دي تنتهي فوق يرجع لطبيعته يرجع تاني حرام دي اجازة في بقى كمان اجازة المقبوط اجازة المقبوط دي اللي هي بتاعت اليوم باي من اوله الصبح تنزلي رجلك من على السرير تقبطي صبعك في الكومي دي ده فتحة كلات تنور النور تتكهرابي تخشي تستحمي تلاقي ماما مشغله مية سخنة في المطبخ تسقعي جوه تتلسعي بصي ده يوم تخدي من قصيره وتعادي في البيت لان اليوم لو كمل على استقامته بنفس الاسلوب ده هتاخدي الميكروباس بالحضن فعلى ايه ده هو يوم باين من اوله بلاني في شوق ساركيرا باندم على النهاردة قلبه مقبوط تعادي احنا مش شغالين في ناسة يعني مش معقول وطبعا عندنا اجازة مهمة جدا جدا لايه اجازة تغيير الفصوب الوقت داصلوا موربك والله بيصعبوا عليهم تلاقي الشارع مقسوم نوعين الناس لابساب لوفر صوف وجاكت جلده ومشين نص ساوى وشوشهم ورمم الحر زي الفراخ الماندي لابس تقيله مكشر ليه اقلع ما صحش اقوله كده بقى ده ياخد اجازة الناس تاني لابسين نصكم وشعر ايديهم واقف وعملين زي الفراخ المجمدة وشوشهم لونها موف كده مش مميزة تلخبط يعاني قالت الفراخ دي بقى انواعها وواحد يقعد في بيته لحد ما دينا تستقر الصورة تتضح الجو مش مستعمل عادين ننزل شغلنا شفتي بقى احنا شغلتنا حلوة ازاي عادناش بقى التقفيلة بتاعت شلقة جازة وابراحتنا فنانين قالت فنان ده بيه عادين هو بص نشتغل نفكر ندردش نتكلم نمسق براحتنا عملنا فن ما عملناش يعني احساس ذا زي احمد ايوه يلا عشان هنصور لا انا منيق دلوقتي نعم يا حبيبي اخلص حاضر يا استاذ حاطمع ليش انا قاسم جدا البيت بيت ايوه اصاص حاضر انا رجاية اهو ايوه ايوه